حدثنا بهز وعبد الصمد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن مرة البهزي قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهز في حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيج فتنة كالصياص فهذا ومن معه على الحق قال فذهبت فأخذت بمجامع ثوبه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه حدثنا أبو أسامة قال أنبأنا كهمس حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا هرامي بن الحريث وأسامة بن خريمين وكان يغزيان فحدثان حديثا ولا يشعر كل واحد منهما أن صاحبه حدثنيه عن مرة البهزي قال بينما نحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقال كيف في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر قالوا نصنع ماذا يا نبي الله قال عليكم هذا وأصحابه أو اتبيعوا هذا وأصحابه قال فأسرعت حتى عطفت على الرجل فقلت هذا يا نبي الله قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه حدثنا أبو أسامة حمد بن أسامة أخبران كهمس عن عبد الله بن شقيق حدثني هرامي بن الحريث وأسامة بن خريمين وكان يغزيان فحدثان حديثا ولم يشعر كل واحد منهما أن صاحبه حدثنيه عن مرة البهزي قال بينما نحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقال كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر قالوا نصنع ماذا يا نبي الله قال عليكم هذا وأصحابه أو اتبيعوا هذا وأصحابه قال فأسرعت حتى عينيت فلحقت الرجل فقلت هذا يا رسول الله قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هذا وأصحابه وذكره ترجمة نانسي قنقر